أكد سعادة سيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي في تصريح خاص أدلى به إلى مركز الأخبار أكد على همية أمن المعلومات لنظوم المعلومات لتسهيل تسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلا سريعا وموحدا وآمنا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون ما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول المجلس الآن في توسع كبير في الواقع في المعاملات الإلكترونية المصرفية وطبعا هذا يلقي بظلال كبيرة في الواقع على أهمية أمن وسلامة المعلومات وهذا يشكل دائما هاجس مستمر من قبل الأجهزة الرقابية لتأمين معاملات سليمة وآمنة وطمن فيها الجمهور فدائما نحن من خلال اللجان المختصة نبحث هذه المواضيع ترفع لنا التقارير عن التطورات وما هي الإجراءات المتبعة من أجل ترقية مثل هذه الأمور الخليج طبعا في مقدمة الدول لتحرص على تنفيذ كل القرارات الدولية في هذا المجال ونحن أصبحت منظومة الرقابية في دول المجلس ركيزة أساسية من عملها هي العمل على تأمين الوسائل المناسبة لمكافحة قسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على نظافة المعاملات المصرفية كاملة من أي تدخلات إجرامية في هذا المجال وهذا الموضوع دائما بند دائم في عمال اللجنة المحافظين اشتركوا في القناة